أرحب الآن بمرسل بي بي سي لشؤون البريطانية زميل عصام عكرماوي. مرحبا بك عصام. السيدة للسرس تبدو كأنها كانت تخبئ ورقتها أقرب ما يكون إلى صدرها. هل يعتبر هذا القرار مفاجأة؟ كيف ستكون الأصداء لدى المواطن العادي؟ وهل هو إجراء فعال اقتصاديا؟ يعني هناك معارضة. بالأمس كان هناك المساءة الأولى لها في مجلس العموم. المعارضة طلبت منها إضاحات. لكنها قالت أنها ستكشف عن خطتها حول موضوع أسعار الطاقة اليوم. وهي بالفعل كشفت عن ذلك في مجلس العموم اليوم. أهم ما جاء في كلمتها أن الأسعار الطاقة سيتم وضع سقف لها لمدة عامين. 2500 جنيه استرليني. هذا للأسر؟ لا بالنسبة للأسر. للمنازل. لمدة عامين حتى عام 2024. كان من المتوقع أن ترتفع الشهر المقبل إلى حوالي 3700 جنيه استرليني. لكن هذا السقف يطمن الكثير من العائلات. مع أنه ارتفع عن المعدل السابق الذي كانت تدفعه الأسر بحوالي 1000 جنيه استرليني أو 1200 جنيه استرليني. لكن هناك أزمة طاقة عالمية بسبب ما يحدث في أوكرانيا وانقطاع تزويد أو صادرات الغاز الروسي. لذلك الحكومات كلها تضطر إلى رفع أسعار الطاقة. لكن بالنسبة لبريطانيا بالتحديد كان هناك طلب من المعارضة ومن العديد من الاقتصاديين. من أن تقوم الحكومة بوضع ضرائب إضافية على شركات النفط والغاز التي تقوم ببيع هذه السلعة. خاصة وأن أرباحها وصلت إلى أرقام فلكية. لكن ليستروس عرضت هذا الأمر وقالت أن الحكومة ستقترض من أجل تعويض هذه الشركات. ومن أجل مساعدة الأسر على تحمل أعباء الأسعار الجنية. لا بل أن الحكومة ستوفر اعتمادات مالية للتعويض عن هذا التخفيض. الذي سيستفيد منه المواطن ويستفيد منه الشركات لستة أشهر. بالنسبة لهذه القرارات في نهاية المطاف تتخذ في خلفية سياسية. حزب المحافظين يمكن القول أنه كان منقسما. وإلا لما حصل ما حصل. والمنافسة على الزعامة وعلى رسل الحكومة شهدت مظاهر الاقتلاف والانقسام. ما هي الأهداف البعيدة المدى للسيدة ليستروس بهذه الإجراءات؟ تذكر أنه خلال الحملة الانتخابية السابقة أصرت ليستروس على أنها ستخفض ضرائب. بينما منافسها وزير الخزان السابق ريشي سوناك. قال أننا قد نضطر إلى رفع الضرائب وقال أن تخفيض الضرائب في هذا الوقت ليس في صالح الاقتصاد. لكن لها نظرة مختلفة. هي تعتقد أن عدم أو تخفيض الضرائب سيشجع الاستثمار. خاصة وأن البلاد تشهد كما تعلم تشهد ركوداً اقتصادياً. نعم لا بديلة عنها. المحاولة الآن هي تقليل آثارها أو مدته الزمنية. لكن بانك إنجلترا مركزي قال أن الركود أو الانكماش الاقتصادي. واقع لا محالة. هل سنشهد بريطانيا تلجأ إلى مؤسسات دولية مقردة كالصندوق النقدي والبانك الدولي؟ لأن هذه التوقعات في علم غيب كما يقال. لسنا ندري إذا كان الاقتصاد سينتعش أو إذا كان الاستثمار سيأتي إلى بريطانيا. بسبب قلة القيود. هذا هو الخط الذي تنتهجه للإسترس. هي تعتقد أن تخطيط الضرائب سيشجع الاستثمار. خاصة من شركات غربية أو من أفراد غربيين. إلى الاستثمار بالاقتصاد البريطاني. الأمر الذي سينأش الاقتصاد على المدى البعيد. لكن هناك علامات استفهام على هذه النظرية. عصام عكري موين مراسل بي بي سي. أشكرك جزيلاً على هذه التوضيحات. شكراً لك.